في تطور غير مسبوق إسرائيلياً أصبح التهديد واقعاً حيث لم يلتحق 180 طياراً حربياً وملاحاً جوياً من الاحتياط والعشرات من مشغلي المسيارات والعاملين في مجال السايبر بوحداتهم وانضموا إلى بدء 650 من مقاتلي الوحدات الخاصة السرية من الاحتياط عسيانهم العسكري أيضاً احتجاجاً على ما بات يسمى بمحاولة انقلاب الحكومة على نظام القضاء في إسرائيل أتوقع من رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية التصدي بحزم لرفض الخدمة العسكرية ليس هناك مكان للعسيان العسكري في السجال العام دولة ترغب في البقاء لا يمكنها التسليم بظواهر كهذه ظاهرة رفض الخدمة في صفوف قوات الاحتياط التي تشكل عماد الجيش الإسرائيلي ونصف القوى العملانية لسلاح الجو مرشحة للاتساع في ظل استمرار تظاهرات الاحتجاج الحاشدة وإسرار الحكومة على المضي في خطة تغيير نظام القضاء وإضعاف المحكمة العليا وسط تحذيرات متواترة من أن تقود بوادر العنف إلى حرب أهلية كما دوما فإننا أمام إمكان تدهور أمني على عدة جبهات وممنوع علينا أن تدور حرب إخوة على جبهتنا الداخلية نتنياهو توقف على الأقل إلى ما بعد شهر رمضان الخشية لدى القيادة العسكرية والأمنية من أن يؤدي وصول الانقسام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي إلى انهيار موقع الإجماع شبه الوحيد في المجتمع الإسرائيلي وأن تتراجع مع نوويات القتال فيما تنتظر إسرائيل تحديات خارجية فإيران تلامس القدرة النووية العسكرية وحزب الله اختبر إسرائيل في عملية مجده في العمق وثم التخوف من اندلاء حرب جديدة على قطاع غزة وانفجار الوضع في الضفة في شهر رمضان المقترب بعد أن وصل الانقسام في الشارع الإسرائيلي إلى صفوف الجيش من خلال موجة رفض الخدمة من قبل نخب قتالية في الاحتياط يرى مراقبون بأن ذلك سيمس بجاهزية الجيش الإسرائيلي القتالية في مواجهة تحديات قريبة وبعيدة وقد يؤدي إلى اختبار جهات خارجية للواقع الإسرائيلي المأزوم عسكريا وهو يقرأ ضعفا ووهنا زياد حلبي العربية القدس الغربية